21 إبريل هيكون القرار أو رؤية الفيفا للشكوى المقدمة من الاتحاد المصري ومن الاتحاد الجزائري الجزائر قصتها غير مصر لكن بدأت تاخد خطوات مهمة جدا أولا طلعوا بيان بعد مباراة الجزائر مع الكاميرون بيدين وفيه التحكيم وبدأوا ياخدوا خطوات في الاتجاه الصحيح اللي هو إيه؟ إن هما بدأوا يضغطوا ويحاولوا يطلعوا أخبار من داخل الكاف عن إنه زي الموتش دا يتعاد بيلعبوا على إيه؟ بيلعبوا على إنه المسائل يكون فيها خطأ تحكيمي واضح وتورط من حكم المباراة ده موقع شهير في الجزائر كان بيتكلم على القصة دي مصدر من الكاف كان بيتكلم للموقع بيقول إنه الاحتمالية الوحيدة إنه الموتش دا يتعاد إنه لازم للتحاد الجزائري يطلب تسجيلات للمحادثات بين حكام تقنية الفار والحكم بكاري جسامة بعد الهدف الأول لموتش الجزائر مع الكاميرون جلق بتاع الكاميرون فجماعة روحوا اطلبوا المحادثات اللي كانت موجودة من غرفة الفار وبين بكاري جسامة لو ثبت إن فيه تورط في المحادثات دي هنا فيه مشكلة هنا فيه مشكلة ليه؟ لأن هم بيلعبوا على إنه في 2018 ماتش جنوب أفريقيا والسنغال اللي جنوب أفريقيا كسبته 2-1 تم إيقاف الحكم جوزيف لامبتي مدى الحياة لإنه ثبت تورطه في قضايا لها علاقة بتلعبه بنتائج المباريات واعتصد ضرب الجزائر غير صحيحة لمنتخب جنوب أفريقيا قام الشباحة قوي لكن حصلت قبل كده فاللعب على هنا واحد كمان من الإعلاميين الجزائريين والحقيقة إنه كل الإعلام يعني وراء اللي تحت الجزائري في القصة دي ياسين بن بنور اتكلم مع الإسباني بيدرو مارتين ده خبير تحكيمي كبير وخد منه أوديو بيتكلم فيه على إنه اللي حصل ده كان خطأ كبير جدا وإن الجنوبة كانش ينفع أنه هو يتم احتسابه وبدأ يتكلم مع خبراء تحكيميين كتير ويتنشر ده في الرأي العام الجزائري وبالمناسبة كان كابتن جمال الغندور واحد بين الناس اللي تم أخذ رأيهم في القصة دي وبدأ الإعلام الجزائري يبقى في ظهر الاتحاد الجزائري كله رايح في اتجاه إنه نضغط على الكاف عشان ناخد المحادثات من غرفة الفر نروح للاتحاد الدولي حتى لو ما حصلش حاجة لكن في نهاية دي الحالة ده اللي باتكلم فيه بقى إنه إذا كان الإعلام بيعمل ده إنه إحنا في ظهر الاتحاد طالما إنه فيه شكوى وطالما إنه فيه حاجة فناخد حقنا ما حصلش حاجة تمام بس إنت فضلت موجود حتى الرابق الأخير كل الأمنيات الاتحاد المصري الاتحاد الجزائري اللي موقفهم النهاردة بالمناسبة بالحالة دي سابقنا شوية فكل التوفيق إن كل واحد ياخد حقه وللجزائر كل التحية إعلامها اللي في ظهر الموضوع كمان المحادثات اللي تمنى إنه فعلا يقدروا ياخدوها من غرفة الفارو اللي ممكن تكون بتقلب الموضوع رأسا على عقب فكل التوفيق ليهم في محاولة نيل الحق أو على الأقل حتى الرمق الأخير الجزائر في محاولة لإعادة المباراة مع المنتخب